حكاية بقى التخلي عن المبادرات اللي كان البنك المركزي بيمولها هل ده يفهم على إنه يعني أنا ميش دعوة وده يمكن أنا ميش دعوة يساعد في استقرار سعر الصرف ويبقى في صالح المودعين اللي عنده ولا هو خلاص الوزارات كبرت وشبت عن الطوق وتقدر هي تتحمل المبادرات دي كان بيتحملها البنك المركزي في وقت حرج الوزارات أو الحكومة مش قادرة تقوم مثلاً إنها تعوض أصحاب الشركات السياحية أو ما شابه يعني وطبعاً هو مش تخلي البنك المركزي هو قرار رئيس الوزراء بنقل المبادرات من أنها تبقى تابعة للبنك المركزي إلا أنها تبقى تابعة للوزارات المعنية بيها وزارة المالية وزارة السياحة ووزارة الإسكان المبادرات الدولة شغالة فيها من 2016 من يناير 2016 ابتدت الدولة مبادرات سواء مبادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة ونتكلم فيها مهمة جداً خاصة بس عشان حتى إطمئنان رجال الأعمال مبادرات التمويل العقاري سواء لمتوسط ومحدود الدخل والفوق المتوسط حتى كذلك مبادرات السياحة مبادرات الشركات والمصانع المتعثرة مبادرات التحول للسيارات بالغاز كل ده مبادرات الدولة عمالتها بس خليني في الأول أقول لحضرتك أن ده المبادرات هو دعم الدولة قدمته الدعم لا يمكن أن يستمر إلى الأبد طيب أما النقله لوزارات معناها إيه مدام مش إلغاؤه هو نقل يعني إعادة تنظيمه أكيد من جهة شايفة أكتر هي إعادة تنظيمه وتم إلغاء أحد المبادرات بالفعل يعني كان فيه مبادرة شغالة للشركات الصناعية اللي مباعتها فوق الخمسين مليون الشركات الصناعية والزراعية والمقاولات اللي مباعتها فوق الخمسين مليون فما فوق بدون سعر في مبادرات وهنتكلم عن تاريخ المبادرات دي كانت إيه كانت إيه مبادرة الدولة بتقدم مبادرة بسعر فايدة تمانية في المية متناقص طبعا للشركات الصناعية والزراعية والمقاولات بسعر فايدة تمانية في المية متناقص تسهيلات لقصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل شغل الأساسي شرب وضع وخمات ومبادرة تانية والتسهيلات متوسطة وتويلة الأجل لو عاوز يتوسع شروع خطوط إنتاج مكان آلات معدات جمالونات عربيات بارتو في إطار إن أنا بقى في جنبك في زل الظروف مضطربة مش طبيعية وهي كانت الدولة طرحتها في شهر 12-2019 ولما جات الكورونا الدولة قليلة سعر فايدة من 10 إلى 8 كانت مخصصة لها 100 مليار جنيه واشتغلت فيها كويس جدا دعمت فيها الأنشطة الصناعية والزرائية عشو أن التظهر وعادت مصانع مقفولة ومتعسرة مبادرة المصانع المقفولة دي كانت مبادرة تانية والدولة اشتغلت عليها إما الدولة كانت بتوسع بصورة كبيرة جدا بس الكل ده دعم الدولة بتقدمه ما ينفعش الدعم يستمر على طول وخاصة إن الدعم بيمثل ضغط بصورة كبيرة جدا على الموازنة العامة للدولة زيادة المصرفات مع الإرادات سبتمها ده بيعمل لي عكز ماشي إيه الموقف بقى دلوقتي الموقف دلوقتي إن المبادرات دي تم نقلها طبعا المبادرة الثمانية في المائة دي توقفت مؤقتا المبادرات التانية تم نقلها لوزارة المالية ووزارة الإسكان ووزارة السياحة إلى أن يتم تنظيمها كويس مستمرة بس إلى أن يتم تنظيمها حسب بقى أنت هتوفر لها كام من المبالغ المخصصة لها احتياجاتها إيه دلوقتي وأولوياتها إيه البنك المركزي هو كان جيها بالفعل بيدعم لفترة بس النهاردة لما تجيها لوزارة السياحة هي قادرة دلوقتي بالاحتياج بتاع السياحة وقدر أربطها بالفعل بيه وقدرة ماديا إنها تعمل كده قادرة ماديا دي بقى على حسب المخصصات اللي هيتم توفر لها أصلا إحنا برضو إيه خد بالك يا دكتور عشان برضو نبقى واضحين إحنا بنقول عنوين وفي النص بيبقى فيه لوائح وتوجيهات مكتوبة ودوجيهات شفاوية يعني تقولك ما تتكلم على الشريعة المتوسطة وخمسة مليار ومية مليار وعشرة مليار والفايدة قصدي خمسة في المية وبوست لا الحقيقة تقعد مع الناس يقولك لا ما ستطلعوا عنينا هم جيها غير متخصصة في البنك لا هم فاهمين في النشاط اللي أنا بعمله ولا فاهمين في تسويقه وكل اللي همهم يخنقوا علي عشان أعرف أسدد الإستيباع إذن هنا إنت بتتعصر تاني ويرجع الرئيس يتكلم تاني ليه مش بتتيحوا للناس رؤوس الأموال عشان الشركات المتوسطة والصغيرة ونقلل من رأس المال بتاع الشركات ونخليها ألف جنيه يعني فعلا للأسف الشديد مش كل الكلام اللي بتقال في الحتة دي صح الدولة موفرة المبادرة يعني هنقدر نقول لحضرتك بقى يعني حضرتك قلت كلام مهم جدا وضروري جدا عشان كلا لازم يكون الرد عليه بالدتيلز فعلا الدولة في شهر 12 2015 البنك المركزي تدخل وأطلق تعريف موحد للشركات الصغيرة والمتوسطة في بادرة لإهتمام الدولة لبدء اهتمام الدولة بصورة كبيرة بالإسميز أو بالشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر التعريف الموحد سرع على الجهاز المصرفي بأكمله في شهر 1 2016 ابتدى البنك المركزي أطلق مبادرة الشركات بسعر فايدة 5% مش كده وبس هو أطلق المبادرة وأكبر البنوك أكبر البنوك أنها تتعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتخصيص 20% من محفظتها للشركات الصغيرة والمتوسطة بس مهمة جدا بس ما مشيتش الحكاية على استقامتها واتصرفت كل العشرين في المية ديت لا ما تصرفت يا فندم بالفعل وبنوك كبيرة جدا بغض النازل عن مسمياتها محفظتها من الشركات الصغيرة والمتوسطة تجاوزت 150 و200 مليار جنيه ده فلوس رايحة للشركات الصغيرة والمتوسطة وممكن البنك المركزي في 2016 خصص 20% من محفظة للشركات الصغيرة والمتوسطة زودها كمان في 2021 هتبقى 25% يعني عندنا معنى كده أن المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغيرة والمتوسطة في مصر بخير يبقى إذن إحنا بينظر إلينا من برة على أننا عندنا يعني أنعشنا هذا القطاع والله يا فندم يعني أنا برضو بغض النظر ولا حد عنده شركة كبيرة يروح عام اللابس عباية الصغيرة والمتوسطة ويروح واخد التسهيلات وده كان بيحصل البنك المركزي كان بيأكد تماما يا جماعة احنا عاوزين الدعم يصل لمستحقية المبادرة ده دعم والدعم يصل لمستحقية ابتدى البنك المركزي يحط لوائح وإجراءات شروط لتنظيم صرف المبادرات فقط للشركات الصغيرة اللي تستحقه اللي عنده ملاء مالية كبيرة ما ياخدهاش الشركة الكبيرة اللي تنشي الشركة الصغيرة ما تاخدهاش لازم بنصرف لغرض النشاط لازم بنصرف ده على الفكرة شركات كتيرة جدا استفادت بيها ده حوالي 349 مليار جنيه تم صرفهم بخلال مبادرات بالفعل شركات الخمسة في المية من شاء من سنة واحد الفين وستاشر لحد دلوقتي سريع ولحد دلوقتي بتم صرف المبادرة الخمسة في المية طيب يعني حضرتك راضي عن أداء الدولة لهذا الملف طيب خلينا أتنقل معك الملف تاني مهم وهو فكرة كل ما نتكلم عن الرقابة يطلع حد يقول لك ما أنا ما قدرش عمل تسعير جابريا أنا ما قدرش عمل رقابة أنا في اقتصاد حر أنا السلعة تاخد زي ما هيعايزة آه تدخل الدولة ما ينفعش يكون عن طريق تسعير جابريا طالما أن الدولة بتتوجه للسوق الحر ما ينفعش تدخل عن طريق تسعير جابريا طب تمسك الأسواق ازاي؟ تمسك الأسواق ازاي؟ منع أي ممارسات احتكارية يعني أحيانا ممكن خزن وقضايا كل يوم والتاني الدخلي كل كلام ده لا ده غلط ده شغلة الدولة فقعت الدول الرقابة ده دور الدولة ده دور الدولة الرقابة على الأسواق والتنظيم ده عشان ما تركش المستهلك فريسة للمنتج وأن يضغط عليه عن طريق احتكارات لا أنا مش تبيع لا أصلاً هفرت سعر برحتي لا طبعاً مش تسعير جابريا أنا ما قدرش أتنخل لأنه لازم أراعي ظروف التكلفة طب إيه تاني؟ إيه تاني غير غير الأدادي يعني أليات كتلة جداً قوانين قوانين تنظيم الأسرة ولازم دور كبير جداً لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ده الأساس وفيه دور منينا احنا كمان بقى كمستهلكين أيوة إيه ده منينا احنا كمان آه لازم أفرق كواس أو ما بين الاحتياج والرغبة أيوة الاحتياج هو الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها آه وده إحنا بنوفرها والدولة بتوفرها بقمة القوة الدولة الشرب اللبس المدارس المدارس الكلام ده آه بس أنهي أكل وأنهي لبس وأنهي معيشة والله يا فندي ببص حضرتك ما فيه واحد شايف أنه ما عندوش فيلا في باريس يبقى دي مش معيشة دي مش عيشة ما بيتش عيشة يعني نقدر نفرق هنا فيه ما يتناسب مع ظروف دخلك لأن فيه فرق زي ما قلنا ما بين الاحتياج والضروريات حضرتك اللي تقدر تحدد إيه الضرورة وما بين الرغبة والهينا بقى الرفاهيات اللي يا حباسة لو حصلت عليها خلي الفترة دي يا جماعة لحد ما نعدي المركب على خير يعني بقدر الإمكان ما بيقول لكش ما تاخدش رغباتك وما تاخدش رفاهياتك قدر الإمكان تحاول تقننها وتنظمها فيه دور للدولة إن الدولة دورها دلوقتي الرقابة على الأسواق بصورة كبيرة جدا تفعيل بصورة كبيرة جدا وزيادة قوة وزيادة صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الاعتقار لمنع كل المنافسات الاحتكارية الدولة يعني برضو من ضمن الحاجات الخطوات اللي الدولة كانت بتاخدها هي الفكرة يعني إن الجيش بيتدخل زيادة المعروض زيادة المعروض إيه إنت عاوز تبيع بيع أهلا وسهلا طبعا أنا هقدم لك المنتج بسعر أقل بس في الحقيقة دور بقى بقى زيادة المنافسة بدور بقى مين هشتري منك بالأغلى طالما أنا بقدم بالعال فلازم هقدم بقى هشتري بقى بيع بالقليل أرجعتاني وأقول عدد المنافس قدرتها على الوصول لكل الناس مثلا وزارة كبيرة أو يقولك إحنا عندنا دلوقتي تلاتين منفذ تلاتين منفذ إيه عامل تكلم في إيه ده الناس أصلا إنت عندك بتكلم عن مية واربعة مليون بس على الفكرة والله وصلة في كل الأماكن وحتى كل العشويات لو أحنا ما بنزل أي مرات عشوائية أنا بلاقي عربات الجيش بلاقي عربات الشرطة وبلقي منافس ووزارة الزراعة ووزارة الزراعة وكله بكل الكلام ده بشجع عشان كده ما هو أنا ده المنافسة بقى ما هالنهاردة احنا مش شرط المنافسة إن أنا خش أنت بعملت كذا ولا أصلين تحتقارت لا ما أنا النهاردة بقدم السعر ما هالنهاردة أكيد المنافس دي ما بيعش بخصارة طبع بس عندها هامش ربح معقول هامش ربح معقول ده اللي احنا بنطلب من الشركات يكونها هي كمان عندها بطول محمد حدك نورتنا وأسفين سهرناك عرفت منك لا يا فندم أنا طبعا عيني لحضرتك والسادة المشاهدين وأنا بجد سعيد جدا ودايما أقول للناس يا جماعة إحنا بخير وصدقوني مصر بخير ودايما أقولها إحنا دولة لها مستقبل بأقول أبنائها وقوة سواعدهم ورادتنا الحرة وصبرنا بالفعل إن احنا هنتقدم لازم يكون دايما عندنا نظرة إيجابية لازم يكون دايما عندنا الأمل في بكرة شكرا جزيلا لحضرتك وشكرا لسادة المشاهدة شكرا جزيلا الخبير الاقتصادي المعروف دكتور محمد أبونار وبشكر حضراتكم ويعني يمكن نكون نطمننا شوية النهاردة إنه لو حصل تعويم وزاد سعر الدولار باياش نهاية العالم مش هنتأثر كتير وإن شاء الله اللي جاي دايما أفضل مشكركم بكرة حلقة جديدة تصباح ورخي